ألف مرحب لبرج الدلو. برج الدلو اللي سمعت في حدا قلي ان برج الدلو مش عاجب العجب ولا صيان في رجب. بس انا ما صدقت. برج الدلو. برج بقوله عنه شايف حاله. بس انا عم تجربة. هو مو شايف حاله. هو الناس ما عم بتفهمه صح. هو شوي خجول. فهذا الخجل بيخلي الناس تفهمه بطريقة انه هو شايف حاله او مغرور. لانه ما عم بيفوت بالاوساط تبعيدهم. فبرج الدلو بتمنى لكم قراءة. بتمنى لكم ثلاثة اشهر حلوين. رائعين مثلكم. لانه يا جماع قد ما قلتلكم عن طيبة برج الدلو ما حتسده. قدش هو يعني مباشر. هو اللي بيقوله. بيزحلك. بيزحلك. يعصدك هو ما عنده مشكلة. لازم يقول اللي في قلبه بناء على قناعاته وانا معه. يعني الصدق في كثير من الاحيان بيكون هو الحل للمشكلة. احسن من المجاملات الكتير اللي ما بتحل الهداعي ولا بتحل اي مشكلة. برج الدلو. برج الدلو بالفترة الماضية كنت بتهتم بكل اللي حواليك الا انت. كان في غدر. كان في خيانة. يعني ثلاثية يعني. في كان ثلاث اشخاص انت واحد منهم. هدول التنين كانوا متفقين عليك في موضوع الشغل. لكن انت انتصلت عليهم وخلصت من هاي المرحلة. لكن عندك خوف دائم. اه لا مبرر له انك انت يصير معاك مشاكل. الحمدلله فترة الجاي خالية تماما من المشاكل. ويا رب يا رب انه تزوط هاي القراءة على الكل لانها من احل القراءات اللي شفتها. يعني اه اللي كنت اسير الاحزان وكنت ما بعرف كتير متحمل من اللي حواليك. لأ بلشت تهتم في حالك في انت شو بدك انت شو حابب. وهي شي كتير 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 هي يغير الامور من حواليك. دائما انا بقولها يا جماعة انه الامور من حواليك متى بتتغير. لما انت من جواتك بتتغير. لما افكارك بتتغير اللي حواليك كله بتغير. اذا انت كنت بتهتم باللي حواليك وهم ما بستاهدوا. وكنت الضحي عشان هم. وهم عم يحكوا عليك من وراك. هذا الاشي يسبب لك آلم كبير. بالاخير توصلت. الحمد لله يعني انه توصلت يا برج الدلو. انه تهتم في حالك شوي وتنسى التانيين. خليني اهتم في حالي. انا شو بحب. انا شو بدي احقق بالفترة. اه الجاي. اه بنت برج الدلو عندها فرحة كبيرة. والشاب كمان. لكن البنت اكتر على صعيد العاطفي رح تحقق جميع احلامها في شخص واحد. اه في شخص عم براقبها. له فترة طويلة جدا. اه شخص شبه مثالي. هذا اللي نبين من الورع. ولذلك اه فهو بده حدا مثله. عشان هيك كان متخوف. بس هو بالفترة الجاي رح يتقرب منك يا برج الدلو. بس بدك تاخد الامور تفكر فيها شوي وتفكر بحالك. هذا الشخص رح يكون اه بيشتغل في مجال ما بعرف ازياء او تاجر يعني ببيع ازياء ما بعرف او ديزاينر. اه فاشن ديزاينر. اه يعني شيء له علاقة بالديزاين حتى بالاكيتكتور ممكن يكون. اه المهم هو مصمم او ديزاينر ممكن. ممكن يكون لجزء منكم يلي عم تسمعوني. اه بالاول رح يكون في صد من ناحيتك. لكن اه بالاخير رح تستوعبه لانه هو شخص مبين انه مصمم مصمم. يعني ما حي يعني ما حيخسر من الجولة الاولى. بده يحاول مرة واثنين وثلاث ليشربك اياها بالمعلقة. هو كتير بيحبك هذا الشخص عفكرة. مش بس بيراغبك. هو كمان في حب وفي معرفة قديمة. بس انت ما بتعرفه ومثل ما هو بيعرفك. لانه هو بتابع اخبارك الى فترة طويلة. فالي مبين عندي انه عم بتابع اخبارك الى فترة. وبيهتم بالموضوع. انت اولى على بالك. لانه انت شاغل امورك باللي حواليك باخوانك. حلو الواحد يهتم باهله. حلو الواحد يهتم باصدقاؤه. لكن ما ننسى انفسنا يا جماعة. كمان انا يعني شو بحب وشو بدي اسير وشو بدي احقق. يعني هاي الامور كلها تمام. رح تيجي عليك فترة يا برج الدلو ما بتعرف ويندك تحط الفلوس. ما شاء الله ما شاء الله يعني عندك وفرة مادية كبيرة جيدة من الطاقة الكونية. واكنه في ما بعرف متل بنك عم تصرف منه وما عم يخلص. ما بدي احسدكم. ويا رب هاي القراءة تصبط على الاكتر. مع انه برج الدلو ما بيهتم كتير بالمادة. بيهتم كتير بالامور العاطفية لكن ما بيبين عليه. هو من جوه بتأمل او حلمه انه يكون اسره. حلمه انه يكون علاقة يعني علاقة حلوة مع انسان بيحبه والحب بيكونه متبادل. لكن ما بيبين ابدا برج الدلو هذا الاشي في شخصيته. فانا بقولك انه انت من الناس العادلين في حياتك. ومثل ما مر عليك كتير امور سيئة رح تمر عليك امور بتجنن بتعقد. فما تمل وما تيأس. الامور هتبلش تتزبط من نص الشهر. هاي الفترة كلها رح تكون كتير حلوة. شهر تسعة او عشرة احتمال يكون في زواج من نفس هذا الشخص. لانه ما في شخصين. ما في عندي اكتر من شخص. عندي شخص واحد هيظهر في حياتك. هو هيكون الاول والاخير. وانت ما حتنتبهله من البداية. حتفهم الموضوع غلط كالعادة. ورح ما تهتم فيه. بس هو رح يكون مصر انه يكون هو الملاك تبعك. اللي رح يحل لك كل مشاكلك. وفعلا هو قدها وقدود هذا الشخص رح يكون عادل. وما حيظه معك متل ما كتير ما تعرضت الظلم في مع اشخاص تانيين في الشغل وفي العاطفة. لا هو رح يعوضك عن كل اللي مر. وقلت لك لبرج الظلم. اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر